السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كراءة روحانيةP خطيرة لموليد برد الحمل. صلي على النبي عليه عبدال السلام. اللهم بشرني بما ينتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. أتمنى من اخواتنا في الله يدعم والت اليوم باللايك. وينزل في التعليقات يصلي على الحبيب المصطفى عليه عبدال السلاة والسلام. اللهم ابشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. بسم الله. شوفهم ما وصلى على سيد محمد. برد الحمل. انزلي في التعليقات صلي على الحبيبة مصطفى بنية الفرق. بسم الله الكاشف. برد الحمل. انا شايف عندك يا برد الحمل في بشرة وفرحة كبيرة. وعندك هنا استقرار واطمئنان على شخص. في شخص عندك مريض او تعبان سوى قريبك ولتك او ولتك في شخص عزيز على قلبك مريض. في استطمئنان عليه وعنده شفاء بقدرة الله تعالى. عندك هنا تحقق امنية. هاي لمنية غالية على قلبك. حدا بتفكر فيها نفسك تحققها. بس اللي شايفك هنا جاعت حزين مهموم عندك مشكلة فيها اوراق حكومية في الجهة الامنية. اوراق او قضية. شايل همها. عايل هم. هذا مجلجاك مشغول. بالك مشغول عليها. نفسك تحققها او تخلص. راح تخلص على الخير بازن الله تعالى. بس الزعل اللي دواك والحزن ده شايفك حزين زعلان بخنوك آآ خاطط ايدك على خدك عليك كمية ضغوطات او هم. بس هاي شايف عندك في اكتشاف امور. راح تكتشف هنا امور وحقائق حواليك. في امور وحقائق حواليك راح تكتشفها. راح تعرف الحقيقة. راح تعرف الشخص الغدار من الكذاب. عشان في ناس حواليك منافكة. شايف هنا في ناس يعني انت عمال تفكر آآ وجاعد عمال تفكر وتحصل وجاعد بتفكر في بكرة. بلاش التفكير. بلاش التفكير في اللي جاي. سيبها على الله. سيبها على الله وراح تنحل. راح تنحل بازن الله تعالى. انا شايف برضو عندك هنا انت محتاد يعني تبعد عن فئة معينة من الناس. تبعد عن فئة معينة من الناس دي يعني من الاشخاص اللي حواليك دي. لانها اشخاص آآ متحدد الوشوش. انت مش مرتاح ولا جلبك مرتاح. بس انا شايفك هنا هتسامح. هتسامح. يعني ممكن رجولة هتسامح شخص. عيوبه يعني رغم علوبه دي عنده عيوب كتيرة. رغم علوبه الكثيرة معاك. هتسامحه. وفي عندك هنا الفترة دية شخص. هينجلب وشه عليك. يعني هيجلب وشه عليك فيه جلب وش ما بينك وما بينه. فيه قلبان وش ما بينك وما بين هذا الشخص. شايف هنا يعني بس فيه كلام يعني كلام هيصير بس انت هتصبر وهتستحبل. لانك محتاده. محتاده جدا. محتادة تكون معاه. بهاي الفترة اللي انت فيها. شايفك ان انت محتاده او حابب تكون معاه او محتاد تكون معاه. فانت هتفضل معاه. صلي على الحبيب المصطفى. شايف عندك هنا بقول لك شخص. يعني هنا كد ما حاول يسرك فرحتك من بعيد لبعيد. ولكن رب العالمين هينصرك عليها. هينصرك على هذا الشخص. على كد ما هو بيحاول يسرك فرحتك. يسرك سعادتك. يسرك راحتك. على كد ما هو ربنا بإذن الله تعالى ناصرك عليها. ناصرك عليها. بإذن الله تعالى. انا شايف بس يعني في عندك هنا جاعدة بينك وما بين شخص. في جاعدة ما بينك وما بين شخص هنا بتحطوا فيها النقط على الحروف. في جاعدة فيها ما بينك وما بين هذا الشخص شايفكم بتحطوا النقط على الحروف فيها. شايف يعني كل شروطك بتحطوها. وهتطلع من الجاعدة دي يعني آآ بصلح. يعني في صلح يعني انتم بيتحاولوا فيه نجاط على الحروف وفيه عتاب. يعني انتم بتحلوا مشكل ما بينكم وبين شخص عزيز على قلبك. وفيه صلح ما بينكم بعد العتاب او بعد الكلام او بعد الحط النجاط على الحروف هيكون فيه صلح ما بينكم هتطلع كسبان. هنا شايف هنا فيه كلام يعني هنا بيتجال احذر يعني بس احذر من شخص. احذر من شخص. الشخص ده عمال يتكلم عليك. بالنميمة والفتنة. الشخص ده اه ازيق. الشخص ده مش عايزك توصل لهدفك. الشخص ده ست. هي ست. القراءة دي عامة لرجال ونساء. اه هاي ست. انا شايفها قدامي. الست دي مش عايزة توصل. الست دي بتعمل بالسحر. اه حد قريبها سحر. حد قريب الست دي سحر بيتعمل بالاسحر. سوى والدتها او عمتها او حد من دمها بيتعمل بالسحر. هو عمل لك هي رحط له وعمل لك سحر. لان اشف في حياتك ازة. ازة من هذا الشخص. يعني ازيك. في عندك يعني عراقيل كتير. في عندك وعقة صحية وعندك عراقيل. عندك تعب كتير. شايفك شاي لهموك. اكتر حادة حاسس بالوحدة. وحابب لانعزال عن البشر. حابب تطلع من مشكلة تخش بمشكلة. تطلع من مطب تخش بمطب. تطلع من حادة تخش بحادة. اكتر حادة عملالك عراقيل وتعطيل. موقفة معك الدنيا. بس هتخلص منه. هتخلص منه بازن الله تعالى. عندك موضوع ان انت بتخلصه. اه في المحاكم. اه راح يخلص على خير. موضوع محاكم اه ان كانت اه اوراق او اه موضوع ورس. اه في حادة تخص المحاكم دي لك من وراها مال. ان كانت ورس مقدم على ورس او مقدم على راتب او اه نفقة من الدولة. يعني انت بتخلص اوراق في المحكمة وفيها مال دي لك وبيخلص معاك على خير بازن الله تعالى. بس هنا في اشخاص عندك هنا. قرأوا في اشخاص حواليك. هاي الاشخاص دي اللي حواليك بتبص عليك. يعني عمالة بتبص عليك وكأن شهيفهم بيسألوا عليك عدة اشخاص مقربين منك. عملين يسألوا شغال اياه. اه هل هو متدوس? اه لا. شغال اياه. بيعمل اياه. دخله قام. ربحه قام. اه اشتروا اياه. سو اياه. ساكن فين. بيروح فين. ويبيضي مني. العمالين يسألوا عليك. عايزين يعرفوا عنك كل حادة. عندك هنا في بلوك بينفق ما بينك وما بين حد. في بينفق بلوك بينفق ما بينك وما بين شخص. بس انا شاف هنا حتى يعني بس حتى لو اه انفق لو انفق اه يعني بيردع يتعامل. والعكس. يعني خلي بالك. خلي بالك. لان انت هنا شافك اتعرضت لازمات كتيرة. ورا بعض. ورا بعض. وكأنك بتطلب من رب العالمين انه يحررك. بتطلب من رب العالمين انه حررك من امور تعباك. وضغطاك جدا. حتى انا شايف كعن نفسك يعني ازهقت. يعني حابب تطفش من هاي المكان لمكان. اتعبت. مش عارز تتبعد عن البشر. اتعبت من البشر. اتخنقت. ازهقت. عايز تطفش. عايز تبعد عن الناس. وهموم الناس. ومشاكل الناس. وكلام الناس. بس انا احزر من انسانة ستة اللي قلت لك عليها. وهي انسانة ارمالة. هاي الانسانة احزر منها الانسانة دي ارمالة. هي الستة دي لانها لسانها هيكون صليط عليك. سانة دي مش كويسة. بتتعامل معها ساح هي اللي ازياء. وخلي بالك. بس انا شايف هنا. اللهم اصلى على سيدنا محمد. ابتدي لك يعني هتدي لك فرصة. وهتدي لك فرصة انك تكشفها على حاجة جيتها. او هتعرفها. او هتعرف ناس ان الستة دي هي اللي ازياني او كذا او كذا. هتدي لك الفرصة. انك هتعرفها على حاجة جيتها. في واحدة هنا. في واحدة عندكم او اه انت او حد يعني جريبكم. مرت اخ او حد ستة حامل. في حمل. بشرة حمل. بس هي حد جريبكم. اه مرت اخ اه اخت. حد جريبكم اه في حمل. في بشرة حمل او هي حامل حاليا باسد الله. شايف هيكون هنا يعني اه ببيتكم او ما بينك وما بين حد في البيت هيكون في مناقشة. في مناقشة عنيفة. كلام وزعيد. في مناقشة عنيفة. انا شايفك هنا نفسك تغير الكون بطريقتك. انك يعني تتغير او كل حاجة تتغير مع اكفر بو عشرين ساعة. نفسك تتغير كل حاجة. ربك هو اللي قادر على تغير كل شيء. كل شيء. في مبلغ من الفلوس مبلغ بيوصل لك. مبلغ من الفلوس بيوصل لك. وعندك هنا طريق يعني الطريق دي طريق سفر. شايف يعني عندك طريق سفر قدامك. طريق السفر دي مفتوحة معاك. بازن الله تعالى. كما كنا احزر من الكلام لاننا شايف هنا لانها تتعرض مع ناس اه من هم يعني لمشاكل. وهيتكلم معاك يعني او هي يعني فتنة ما بينك وما بين الشريك. يعني انا شايف هيحصل فتنة او كلام ما بينك وما بين الشريك. فخلي بالك وقن حريس. كن حريس كما كنا لان عشان هيحصل فتنة ما بينك وما بين الشريك. فحرص. حرص علشان محدش يعرف يغلبك. بس شايفك هنا يعني ما عايزك تبعد اه عن ما عم انته واصلا ما حتاة تبعد عن السلبيات اللي مودودة دي في حياتك. سلبيات كتير مودودة في حياتك. ومقصر عليك يعني اه يعني بشكل يومي. انك مفتقد الفرحة. اه مفتقد السعادة. مفتقدت الفرحة. مسبب لك المتاعب النفسية. مسبب لك الضيق. الوحدة. جلة الرزق. والحالة النفسية. والمتاعب النفسية. بس بقول لك بقدرة رب العالمين عندك الفرحة. عندك الفرحة والسعادة القادمة. بقول الايام القادمة الفرحة السعادة. وانت بزكاء هتقدر تبعد اي اي مناقشات يعني او اه مناقشات توجعك في مشاكل او اي كلام او اي انت بغنى عنه. انت بغنى عن اي حد يديب لك مشاكل او يوجعك في مشاكل او يوجعك في حالة اه تحبهك. انت بغنى عن كل هذا الكلام. ابعد احسن. فانت بغنى عنهم. انت مش كمش محتاد لهم. لان انت سعت وملجتش اللي يساعدك. وقفت مع ناس كتير. سعت ناس كتير. آآ قطيت ناس وقفت معها وقفتها لليها دعمتها. لكن ما تمرش فيها اي حادة. فهو ده اللي مزع لك. انك انت سعت ناس دعمت ناس وقفت مع ناس لكن ملجتش بينهم مساعدة. ملجتش منهم اي حادة. وهم اللي ازوك كمان. علشان كده بقول لك ابعد عن اي اي حادة توقعك في مشاكل. انت بغنى عشان الحظ هينفتح معك. الحظ هينفتح معك قريب. وكأن شايفك هتقدر تخرج من التقيد. والتكتف اللي انت موجود فيه. شايف انسانة مقربة منك. بتتكلم في ظهرك بالباطل. وهي الانسانة مقربة منك. بتتكلم في ظهرك بالباطل. واحذر من الاستغلال العاطفي. احذر من الاستغلال العاطفي لان قلبك طيب بيحن بسرعة. اه بيصدق بسرعة. احذر من هاي العاطفة علشان قلبك طيب. من الاستغلال لانك هتتعرض له. هتتعرض له. وفي مشكلة مع احد المقربين. وما بينك وما بين نفسك يعني بتحس بظلم. بتحس بظلم. ولكن من قرم ربنا عليك بينصرك. عليهم بازن الله. ربنا بينصرك عليهم بازن الله. شايف شخص هنا. الشخص دي هيحاول يعني يردع ياخذ مكانه من جديد لقلبك. الشخص دي بيحاول وعايز يردع ياخذ مكانه في قلبك من جديد. بس انت هنا هترفضه. شايف عندك رفض. شايف يعني بترفض رجوع رجوع لك مرة تانية. دع شايف عندك هنا الفترة دية انا شايف عندك تعب. شوية تعب. في الرقبة في الردليان في الظاهر. شايف عندك شوية همدان وشوية تعب. شايف هنا هتبدأ يعني اه تتحسن الامور معاك. هتبدأ اه تتغير. شايف هتخطي المراحل وتعدى كل التعب اللي انت متقيد فيه. بس احذر من النميمة. والفتنة. لان ممكن تكون دايرة حواليك. احذر من النميمة والفتنة علشان ممكن تكون دايرة حواليك. فاحذر من هنا. بسم الله الكاشف. الله ما صلى الله سيدنا محمد. شايف هنا. انت هنا. انت هنا طرف. في مشكلة. طرف في مشكلة. في مشكلة انت في طرف فيهم. بس هتنحل على خير بازن الله تعالي. بس خلي بالك عشان بيدعوك. هنا اه لطقات سلبية. فابعد عن الناس اللي حواليك دا. ابعد على اي طقات سلبية ملهاش اي وجود في الحقيقة. شايف هدية غالية. الهدية دي اه غالية بتجي لك. شايفك بتقعد مع شخص اه وفيها كلام وقاعدة كويسة. وفيها هدية ديالك. عندك الهدية ديالة مناسبة. هدية كويسة. شايفك مبسوط بها. الهدية دي قيمة. وديالك بازن الله تعالي. شايف هنا كما كنا في الصلح للمنفصلين. في صلح. في العتاب والصلح بازن الله تعالي. والفرحة هزي في ارض بيتك. عندك يعني اسبوع او بشرب المولود او خطوبة. في ارض بيتك هزا الخطوبة او الفرحة. وانت هنا بتكمل تشتري منزل لان انا شايف هنا بتدمع في مال. عشان تشتري المنزل هذا. باذن الله تعالى راح تشتري. باذن الله تعالى راح تشتري هذا المنزل بكدرة الله. صلي على الحبيب المصطفى. عليه فضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابي في الله يدعموا الفيديو باللايك. وان كنت لم تشتركوا في القناة ليشرفنا اشتراككم في القناة وفعلوا زر الدرس على ثاني وصلكم كل جديد من اسرار العالم الروحان. وكما تعودنا كنت بتعاني من السحرة او من المس او من تعطيل او من تابعة داخل القناة منزل جميع كل هاي الطرق العلاجات بازن الله تعالى. والرقم امامكم اللي حاب يتواصل معنا واتس يتواصل معنا ان شاء الله نكون في حسنا.